هاي اليد طيب سؤال بقى سؤال لكابتن اليد لو هتدي لطاقم التحكيم النهضة درجة من عشر تدي له كم؟ بص احنا خرجنا من مباراة بالاختصار كله انه عندنا كان خطأين مؤثرين خطأين كبار واحد اللي فار صححه اللي هو الراجل اللي جذبت الزمالك اللي اتحسبت واتلغت والتاني طبعا الفارما ما بتدخلش فيه بأي حال من الاحوال لان ده انزار تاني اللي ندي بتاعها الكريم ندفت الانزار التاني ده مأثرش على نتيجة المباراة لان الزمالك كسب لان كان التأثير هيب على الزمالك النهاردة عايز ومش حاسبت درجة هيقول ان النهاردة نجحوا في إدارة المباراة والخروج بمباراة بدون وجود خطأ تحكيمي أثر على النتيجة ده مهم جدا حيل تدي كم من عشر؟ يعني النهاردة نتكلم طبعا التحكيم بالكامل تمانية ونص تمانية وسبعة من عشر الراجل النهاردة نجح بمباراة نجاح كبير تمانية ونص لان النهاردة ما فيش عندك خطأ مؤثر عن ذلك المباراة الناس بتتكلم بزاد جمهور الزمالك انا عندي خطأ وكارت أحمر بس في الاخر انا بقولك لما بنيتكلم في تحكيم الكارت الأحمر ده مأثرش على النتيجة طبعا انا هسألك سؤال فضل هتعامل معاك دلوقتي ان انت رئيس لجنة الحكام تمام وجالك دلوقتي المباراة وشفت الحالات اللي فيها تمام هتيتقول لكابتر ابراهيم نور الدين انت هتاخد ثمانية ونص من عشرة بغض النظر بقى أسرته ولا ما أسرتش جماهريا والدنيا مشيت ازاي ولا هتقول له الخطأ ده كان خطأ كارسي وكان ممكن يبوز المباراة فانت درجتك هتبقى أقل من كده بكتير لا انا بعاكب الحكم او بتكلم مع الحكم على درجته بتوتى المباراة وأسرت او ما أسرتش لكن الخطأ اللي هو أخطأه لازم يتكلم فيه عشان نصح بعد كده ده نوع من انواع التطوير انا بكلام الخطأ انت اخطأت هنا كان لازم من النظر التاني يطلع ما تفكرش راكي الجزاء لازم تبقى انت قريب عشان تاخد انت القرار ما تسناش المساعدة دي لك الحاجات دي كلها عشان نطور لكن في الآخر بمجمل المباراة ما عنديش خطأ تحكيمي أثر عن نتيجة ده مهم هو في الآخر أنا خرجت بالمباراة منشان تكلم منشان حمل الحكم نتيجة المباراة ده مهم هسألك السؤال تقريب وانا والله ما عايز احمل الكابتر بغيب يعني انا شايف برضو انهما عملوا مباراة كبيرة تقريب النهاردة باستثناء الكرة زي ما انت قلت بتاعت كريم ندفد بس لو كانت اثرت على نتيجة المباراة كان كلامنا يختلف تماما على فكرة هقولك بمنتها الامانة في بطولة دولي كاس امم او بطولة فيفا بيتيجي نفس الاثنين حكام نفس الاثنين حكام بيحكومهم ده مطش ودمطش واخطأ نفس الخطأ الخطأ ده اثر على نتيجة بيعاقب غير طبيعي الخطأ ده ما اصرش على نتيجة بيكلم يكن بس بيتعلم منه وبيكمل اللي ما اصرش على النتيجة لكن التاني ممكن يغدر البطولة فده المعيار وده حظ الحكام ده بتحصل احيانا ان حكام حظه حلو ان الخطأ اللي اخطأه في المباراة ما اصرش على النتيجة صحيح